طيب هنا بشماز اسمح لي أننا عايزة أسأل عن كذا حاجة حريك قلت أن هذه السيارة سوف يتم تصنعها شراكة ما بين وزارة الانتاج الحربي وإحدى الشركات الخاصة المتخصصة هل يعني هذا أن هذا المنتج سوف يكون مصنع محليا بنسبة يعني بنسبة معينة لتكون 100% 80% أيا ما كانت هذه النسبة لأننا بسعى بشكل كبير جدا إلى تشجيع المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المصرية هل ده قائم بالفعل؟ لو حضرتك نلاحظ أن جميع المبادرات الإحلال اللي تدخلت فيها الدولة بالدعم كان شرطها أن يكون انتاج محلي تمام للتشجيع التصنيع المحلي صناعة المحلية للسيارات والصناعات المغزية للسيارات وطعميق صناعة المغزية المصرية في مصر فهو القانون بيقول أن أي مركبة تنتج في مصر وتباع في مصر لازم يكون نسبة المكون المصري فيها 45% تمام معناها تقليل السعر اللي هي حاجة بتصنع محليا بتبقى سعرها أقل من المستورد لها فوائد تانية كتير معنا أن أنا بقلل فاتورة الاستيراد للبنزين 80 طبعا لأنه 10 مليون 10 مليار جنيه في السنة طيب هنا برضو هسأل على حاجة تانية الخاصة من حركة زي ما تفضلت وقلت أنا هيكون عندي بالبنزين وهيكون عندي بالغاز أيضا لهذه السيارة هل معنى كده أن أنا هكون محتاجة لمحطات غاز أكتر علشان أوفر برضو لهذه المركبة الإحتياجات الخاصة بيها خاصة أنها ممكن تكون موجودة في أماكن كتيرة طالما هي هتكون بديل عن التوكتوك هل ده بيكون برضو بالتوازي مع إنشاء محطات غاز ليها؟ أحد الحاجات اللازم يعني ياخدوا بالهم منها النهاردة عندي في مصر 503 محطة شحن بالغاز لها السنة اللي فاتت زادوا كتير جدا عن السنة اللي قبلها نتيجة مبادرة الأحلال 503 ما يدوروش يغطوا أنحاء الجمهورية وخاصة في المراكز والمدن الصغيرة تمام يبقى لازم نشر شبكة كبيرة من محطات تموين الغاز في تلك المناطق عشان أقدروا لنا أنا عملت الإحلال يمكن عشان كده برضو هم ابتدوا بالقاهرة قاهرة الكبرى لأنها فيها عدد لا بأس به من محطات البس عشان يمون ما هو لازم يخش داخل القاهرة لازم يحطوا له محطات على الأطراف لما هو التوكتوك هاي بقى ممنوع من دخول وسط القاهرة والشارع الرئاسية في هذه الحالة بنتكلم على أحد الحاجات إن احنا لازم ناخد بالنا منها المحطات المحطات وأعتقد أن في خطة الدولة زيادة تلك المحطات للتبوين بالغاز حقيقي لأن يمكن دلوقتي احنا بنعمل ضمن منظومة متكاملة يعني المشروع اللي بيتم منشوف احتياجاته ايه وبنبدأ بالفعل وزي ما حركت فضلت وقلت يمكن البداية من خلال القاهرة الكبرى لتوافر عدد من محطات الغاز وأيضا هذه المركبة هتكون صناقية يعني سواء كان بالبنزين أو بالغاز طيب جزئية كمان اللي عايزة أسأل عليها هل ده معناه أن أنا بعد كده مش هلاقي التوكتوك هل التوكتوك النهاردة الأعداد اللي موجودة هي اللي هتكون الأعداد المتواجدة فقط وهيظل سائق التوكتوك بيشتغل عليها ولا أيضا هيتم إحلال التوكتوك بهذه المركبة يعني إيه هي المنظومة اللي هتتم لهذه فئة لأن احنا خلينا نقول إنها فئة ليست بالقليلة الحقيقة من منظور صناعي ومرضود اجتماعي نناقش النقطة دي بهدو فضل إحنا نهاردة عندنا في أقل التقديرات تلاتة ونص مليون توكتوك في مصر تلاتة ونص آه في ناس قالت أكتر وفي ناس قالت أقل لا يعني أنا تخيولي من واقع المصانع اللي بتنتج عندنا خمس مصانع بتنتج التوكتوك وخمستاشر مصنع للصناعات المغازية والأعداد اللي موجودة إن إحنا عندنا ثلاتة ونص مليون توكتوك في مصر عشان أعمل إحلال أنا حتدي بمنطقة منطقة مهما كان خط الإنتاج هضعفه وهشغل ورديات 24 ساعة هعمل كم توكتوك في السنة خمسين ألف مئة ألف مئة ألف في السنة أنا بنصنع في مصر مئة ألف عربية في المتوسط في العام التصنيع المحلي فلما أعمله بالاستيراد يعني هدخل في المبادرة حاجة مصورة ده عشان أجيب كميات أكبر لما لو اكتفيت بالتصنيع المحلي فحتى لو عملت مئة ألف توكتوك في السنة فالمليون هو أنا لسه حصلنا على توكتوك جديد تاني لا لو عملت مئة ألف عربية بديل عربية مش توكتوك عربية بديل للتوكتوك في السنة سواء كانت يا العربية الغاز والبنزين أو كانوا زمان بيتكلموا على الفان اللي أسرع عليك لو حصلنا على مئة ألف سيارة في السنة ودارتهم كبير جدا يعني معناه أن المليون توكتوك يمكن يحلالهم في عشر سنوات المهم نبتدي لما نبتدي والمشروع بينجح هتلاقي في مصانع جديدة أنشئت لتلك السيارة وقد لا نكتفي بشركة واحدة للإنتاج السيارة البديلة طيب حركة شرط الجزئية برضو هي مكملة لهذا الموضوع الشركات اللي بتصنع أو المصانع اللي بتصنع التوكتوك هل هيسمح لها أنها تصنع تكاتك جديدة في الفترات القادمة هل هيتحول النشاط الخاص بيها لأن دي برضو أكيد بتشتغل زي محركة فضلت وقلت بقالها فترة في إنتاج هذه التكاتك زي ما قلت عندنا الخمس مصانع شغالين واردين ترخيص منها العمل التنمية الصناعية كان في خطوات سبقتها لإيقاف التوكتوك في مصر يعني جم ساعة 2014 أوقفوا الصراد التكاتك الكاملة صحيح وسمحوا بالصراد مكونات التجميع أو التصنيع في مصر بعد كده أوقفوا دخولها الشارع الرأسيها بقرار من مجلس المحافظين بعد كده طلعوا قرار بمنع إنشاء مصانع جديدة ومنع تطوير المصانع القائمة يعني كان فيه طلب مصانع غير الخامسة حينشاءوا باستثمارات واحدة 2 من 10 مليار وقفوا مافيش مشكلة طالما هدف قومي إنما بعد كده لأيه آخر خطوة منعوا استيراد مكونات تصنيع التوكتوك الليها المحرك والشاسي والقاعدة الصفلة ليه لما منعوا استيراد مكونات تصنيع التوكتوك معناها إن المصانع دي بتاقف ومعناها أيضا إن التوكتوك اللي هيعطل مش هيلاء إصلاح يعني كنت أتمنى مافيش قطع غيار مافيش غدال كنت أتمنى لأن إحنا على ما نعمل إحلال بأعداد كبيرة للتكاتك في المناطق المدن ونبتدي نخش كمان للمحافظات الأخرى ده قهلية فيها أكبر عدد من تكاتك وأكبر عدد مرخص بقهلية والشرقية والأليونية حقيقة عشان نبدأ نخش في الحيتة دي حناخد وقت فبرضو عشان ما يبقاش قاضينا على وسيلة استرزاقي يعني لأولئي الناس ممكن نسمح باستيراد قطع غيار إصلاح التوكتوك بلاش تصنيع التوكتوك قطع غيار إصلاح التكاتك قطع غيار قطع غيار بالتوازي مع خطة الإحلال الطموح يعني النهاردة ماكتفيش بمصنع واحد قطع خاص يبقوا مصنعين يبقوا ثلاثة لما لقى الموضوع ماشي أنشئ مصنع خاص للتكاتك بحيث يعمل لي 200 ألف في السنة ليه لا فعايزة فعلا متابعة وعايزة دراسة وعايزة مراعاة البعض الاجتماعي وأنا متأكد أن الدولة ستراعي ذلك في خطوات التنفيذ بالنسبة للعاملين على التكاتك ومالك التكاتك المدى الزمن السيطرة المررية عليهم قبل المنع دي أساسيات كمان تقنين الأوضاع المرورية أو الأوضاع الأمنية بالنسبة للتكاتك الحقيقة ده مطلب أساسي للمواطن للشعور بالأمان طيب النهاردة كمان الحقيقة يعني يهمني أن أنا أعرف إزاي بيتم وضع خطة زمنية لهذا الموضوع هل بدأنا بالفعل هل مقرر أننا يكون عندي عدد معين من هذه المركبات خلال فترة زمنية وإتحتها ليه اللي هيشتغل عليها بقى يعني خلينا نقول إزاي هيتم تيسيرات أيضا للحصول عليها لفئة معينة للقيام بدورها في شوارع مصر هو الدولة أعلنت عن إدخالها مبادرة للحافظ الأخضر يعني دولة هتساهم بجزء من تمامها واستلامل أكيد هيبقى استلامل التكتك القديم طيب أنا ما أتعامل مع التكتك القديم وعمل له إحلال وأخده يبقى لازم أقننه ولا هتعامل مع حاجة ما أعرفش جاي منين يبقى الأول البدء بترقنين وترخيص التكاتك الموجودة اللي دخله في الإحلال دخلت على مهم